أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتني بلينكين أنه تم بدل جهود مكتفة في الأشهر الأخيرة بمشاركة مصر وقطر للتوصل لاتفاق الوقف إطلاق النار في غزة وخلال جلسة للكونغرس الأمريكي أعرم بلينكين عن استعداد الإدارة الأمريكية للعمل مع الكونغرس للرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلية من يمين ناتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت ذلك بدعوى ارتكابهما جرائم حرب في غزة لكنه اعترف بأن إسرائيل تصرفت بشكل غير متوافق مع القانون الدولي في بعض الحالات وأن واشنطن تحقق في ذلك